اشتركوا في القناة الدروس اللغة العربية التي تقدمها قناة نافذة العلمية في هذه الحصة ان شاء الله سنتطرق الى جميع مكونات اللغة العربية بما فيها الشكل القراءة الصرف والتحويل والتراكب ثم الاملاء واذكر المتابعين والمتابعات باننا في الحصة الرابعة من حصة الدعم نعم المقتبسة من كراسة شطتي الداعمة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية فيما يخص التعليم الابتدائي المستوى الرابع اذا نبدأ اولا في قراءة الاسئلة وفهمها وبعد ذلك نمر الى التصحيح اذا كما تلاحظون لدينا في هذه الحصة نصا ومجموعة من الاسئلة المتعلقة به التي تهدف الى فهمه فهما جيدا بالنسبة لاسئلة القراءة اولا اقرأ النص قراءة صامتة ثم اجيب عن الاسئلة التالية انتم اعزائي عزيزتي تحرصون على قراءة النص قراءة صامتة ومتأنية ثم بعد ذلك تجيبون عن الاسئلة التي ساعرضها عليكم وبعد ذلك تمرنا الى الانجاز اذا اولا اشرح الكائنات ثم الثروة السؤال الثاني اضع علامة زائد امام نوعية النص هل هو مقالة او خطبة اذا عندما نقرأ النص جيدا ونفهم معانيه نحاول ان نحدد نوعية النص النص هل هو عبارة عن مقالة او خطبة ثالثا اختار عنوانا مناسبا للنص رابعا السخرج الفكرة العامة او ما هو المضمون العام الذي يتطرق اليه النص عن ماذا يتحدث النص بشكل عام خامسا احدد نوع الاسلوب الاتي فلنحافظ على هذه الثروة الطبيعية نعم الكاتب في هذه العبارة قال فلنحافظ على هذه الثروة الطبيعية ما هو الاسلوب الذي استعمله الكاتب في هذه العبارة سادسا السخرج من النص قيمة ايجابية النص يحتوي على مجموعة من القيم الايجابية معنى القيم الايجابية السلوكات الايجابية والمحمودة التي يتكلموا او يتطرقوا اليها النص نعم انتم تستخرجون واحدة سابعا ما تعليقك على قول الكاتب الماء اهم مصدر للحياة نعم سوف تعطي تعليقا في جملة او جملتين ما تعليقك على عبارة الكاتب الماء اهم مصدر للحياة نعم السؤال الثامن الشكل اقرأ النص قراءة صامتة ثم اشكل اذا هنا لدينا كلمات مصدر تحتها في النص نعم تقرؤون هذه الكلمات داخل الجمل وتحاولون ان تشكلوها داخل سياقها في النص نعم تشكلون الجملة الغير المشكولة داخل النص نعم الآن التطبيقات اللغوية نعم مكون التراكيب اولا اعرب ما كتب بلون مغاير في النص نعم ما كتب بلون مغاير في النص لدينا ثلاث كلمات نعم نعم كتبناها بلون مغاير في النص وكذلك الجملة الآتية صخرها الله لنا السؤال الثاني استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترصيمة التالية لدينا هنا ترصيمة او جدول يتكون من عدة خانات الخانة الأولى مبتدأ خبر نعت جار ومجرور مضاف إليه ثم نعت إذن سوف نستخرج جملة نعم تستوفي الشروط داخل الترصيمة نعم مبتدأ أي أنها جملة اسمية تبتدئ باسم ثم بعد ذلك الخبر وبعد ذلك النعت ثم الجار والمجرور ثم المضاف إليه فالنعت نعم الآن مكون الصرف والتحويل أولا أحول الجملة الآتية لا نستطيع أن نعيش دون ماء لأنه يضمن لنا الغداء والدواء أو الغداء والدواء إلى الضمائر أولا أنتما نعم ضمير المثنى المذكر نعم ثم أنتن جمع المؤنة المخاطبات ثم هم الغائبون نعم ثانيا أشتق اسم المفعول من الأفعال الآتية نعم هنا سأقف عند قواعد اشتقاق اسم المفعول نعم من الفعل إذن نشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول نعم كتب مكتوب مكتوب كتب مكتوب وكذلك نشتق اسم المفعول من الفعل الغير الثلاثي بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر عندما نقول مثلا الفعل استعمل استعمل إذن ماذا نقول يستعمل إذن هنا الياء سوف نبدلها أو نعوضها بميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر نقول مستعمل السؤال الثالث أحول ورد عنه متحدثا إلى الضمائر الآتية إذن سوف نحول هذه الجملة إلى الضمائر التالية نحن أنتما هم ثم هن نمر الآن إلى مكون الإملاء أولا أضع مكانا نقطتاء مناسبة مربوطة أو مبسوطة إذن سوف نملأ الفراغ بتاء إما مربوطة أو تاء مبسوطة الماء ثروة الحاضر لأنه أساس حياة الكائنات الحية ورمز التقدم فلابد من ترشيد استعمالات الماء السؤال الثاني آتي بكلمات مجتملة على همزة متطرفة مكتوبة على السطر مثل ماء إذن سوف نأتي بكلمات تشبه ماء نعم الهمزة المتطرفة هنا على السطر لأن ما قبلها سكون ميت بعدما قرأنا الأسئلة وفاهمناها نمر الآن إلى تصحيح نعم أنتم تقرؤون النص قراءة صامتة عندما تريدون أن تجيب عن أسئلة القراءة نعم أنا سوف أقرأ قراءة جهرية لكي نشكل النص إذن الماء عنصر أساسي لجميع الكائنات الحية يحفظ الإنسان والحيوان والنبات فبمقدورنا أن نصوم عن الطعام مدة طويلة لكننا لا نستطيع أن نعيش دون ماء أكثر من مضعة أيام فهو الذي يضمن لنا الغذاء والدواء ويساعدنا على تنظيف أجسامنا وثيابنا وبه تخضر الأرض وينمو الزرع فلنحافظ على هذه الطروة الطبيعية والنعمة التي سخرها الله لنا لأنها أهم مصدر للحياة إذن أولا أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة التالية بالنسبة للسؤال الأول أشرح الكائنات ما معنى الكائنات؟ أي هي المخلوقات الحية وغير الحية إذن عندما نقول الكائنات توجد كائنات حية وتوجد كائنات غير حية من الكائنات الحية أو المخلوقات الحية هناك الإنسان والحيوان والنبات ومن الكائنات الغير الحية كالحجر والرمل إلى آخر والجماد بصفة عام ثانيا الثروة ما هي الثروة؟ نقول الثروة وهي الوفرة في الموارد والمواد القيمة ثانيا أضع علامة زائد أمام نوعية النص نعم عندما نقرأ النص نستنتج بأن النص هو عبارة عن مقالة تتحدث عن أهمية الماء ثالثا أختار عنوانا مناسبا للنص أنا هنا أعطيت أكثر من عنوان إذن العنوان الأول الماء أو الماء هو الحياة أو أهمية الماء في الحياة إلى آخر إذن كلها عناوين مناسبة رابعا أستخرج الفكرة العامة للنص كذلك هنا سوف نستخرج الفكرة الرئيسية التي نتحدث عنها النص إذن نقول مثلا الماء مصدر الحياة وجب الحفاظ عليه نعم خامسا أحدد نوع الأسلوب الآتي الكاتب هنا قال فلنحافظ على هذه الطروة الطبيعية لاحظوا معي أعزائي عزيزتي لدينا هنا الفاء ثم اللام فلنحافظ هنا اللام لام الأمر نعم إذن هنا الكاتب نعم يأمر القارئ بالحفاظ على الماء إذن أسلوب المستعمل في الجملة هو أسلوب الأمر سادسا أستخرج من النص قيمة إيجابية نعم ما هي الأشياء الإيجابية التي نعم يا تحدث عنها النص أنتم تستخلصون أو تستخرجون واحدة إذن يتضمن النص قيمة إيجابية تتمثل في تناوله لموضوع أهمية الماء في الحياة نعم سابعا ما تعليقك على قولة الكاتب الماء أهم مصدر للحياة إذن هنا سوف نعلق بجملة أو جملتين يمرر الكاتب رسالة إلى القارئ بأهمية الماء في الحياة وهو مصدرها ثامنا الشكل أقرأ النص قراءة صامتة ثم أشكل نعم الكلمات التي تحتها سطر هي عنصر الإنسان الغذاء ثم فنحافظ نعم لدينا فبمقدورنا أن نصوم عن الطعام مدة طويلة لكننا لا نستطيع أن نعيش دون ماء أكثر من بضعة أيام نعم نمر الآن إلى مكون تراكيب أولا أعرب ما كتب بلون مغاير في النص ثم الجملة سخرها الله لنا بالنسبة لإعراب الكلمات وضعت جدولا أولا لدينا مدة إذن مدة هنا جاءت مفعول به منصوب نعم ثم لدينا وينمو لاحظوا معي الواو هنا الواو هنا حرف عطف ثم الفعل ينمو هو فعل مضارع مرفوع أهم لدينا هنا جاءت خبر أن مرفوع نعم وأنتم تعرفون بأن يأمن أخوات إن ويأمن النواسخ الحرفية تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها ثم لدينا الجملة سخرها الله لنا نعم سخرها هنا الفعل سخر هو فعل ماض مبني على الفتح ها هي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به لدينا الله هو اسم جلالة هو اسم من أسماء الله الحسنة وهو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لنا اللام وحرف جر نا هو ضمير متصل مبني في محل جر اسم مجرور ثانيا استخرج من النص جملة تندرج عناصرها في الترسيمة التالية لدينا هنا الجملة الماء عنصر أساسي لجميع الكائنات الحية نعم وهي الجملة الأولى في النص الماء هنا مبتدأ الخبر هنا عنصر ثم نعت أساسي ثم جر مجرور لجميع لاحظوا معي هنا اللام ثم جميع اللام وحرف جر جميع اسم مجرور مضاف إليه الكائنات ثم نعت الحية نمر الآن إلى الصرف والتحويل أولا أحول الجملة الآتية لا نستطيع أن نعيش دون ماء لأنه يضمن لنا الغذاء والدواء إلى الضمائر إذن بالنسبة لي ضمير المخاطبان المثنى المذكر مخاطبان نقول لا تستطيعان أن تعيش دون ماء لأنه يضمن لكم الغذاء والدواء أنتن المخاطبات نعم نقول لا تستطيعن أن تعيش دون ماء لأنه يضمن لكم الغذاء والدواء هم نعم جمع المذكر الغائبون نقول لا يستطيعون أن يعيش دون ماء لأنه يضمن لهم الغذاء والدواء ثانيا أشتق اسم المفعول من الأفعال الآتية حافظ استطاع ضمن ثم سخر إذن لدينا هنا الفعل ثم اسم المفعول الفعل حافظ هنا هو فعل ثلاثي إذن نصوغ اسم المفعول على وزن مفعول إذن حافظ محفوظ استطاع الفعل هنا غير ثلاثي نعم وإذن نشتق اسم المفعول نعم على وزن المضارع بإبدالياء المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر نقول استطاع مستطاع ضامن هذا فعل ثلاثي إذن نقول مضمون على وزن مفعول سخر هذا الفعل غير ثلاثي نعم لماذا لأن لدينا هنا التضعيف فوق حرف الخاء إذن هذا فعل غير ثلاثي إذن نطبق القاعدة بإبدالياء المضارعات ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر نقول مصخر ثالثا أحول ورد عنه متحدثا إلى الضمائر الآتية إذن ماذا نقول في نحن نعم نقول ورد عنا متحدثين أنتما ورد عنكما متحدثين هم ورد عنهم متحدثين هن ورد عنهن متحدثات نمر الآن إلى مكون الإملاء أولا أضع مكان النقط تاء مناسبة مربوطة أو مبسوطة إذن نقول الماء ثروة الحاضر نعم التاء هنا تاء مربوطة نعم وسبق لنا وأن تناولنا درس التاء المربوطة والتاء المبسوطة متى تكتب التاء مربوطة ومتى تكتب مبسوطة إذن تكتب مربوطة عندما ننطقها ها ساكنة عند الوقف نعم وتكتب مبسوطة في الحالة الأخرى إذن هنا الماء ثروة الحاضر ثروة هنا تاء مربوطة لأنه أساس حياة الكائنات الحية حياة مربوطة الكائنات هنا كتبت التاء مبسوطة لأنه جمع الحية كذلك كتبت هنا التاء مربوطة ورمز التقدم فلابد من ترشيد استعمالات الماء استعمالات هنا كتبت التاء مبسوطة لأنه اسم جمع ثانيا آتي بكلمات مشتملة على همزة متطرفة مكتوبة على السطر مثل ماء لدينا هنا صحراء ثم حمراء بيضاء لمياء شيماء استثناء إلى آخر نعم إذن أعزائي عزيزتي هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة أشكركم على انتباهكم نعم ومرحبا باستفساراتكم وأسئلتكم سأعمل إن شاء الله على الإجابة على أكبر عدد من الأسئلة إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة